بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الدرس الثالث في الوحدة الثانية الإعراب الظاهر والمقدر في الأفعال هناك معلومة لا بد أن نتذكرها قبل أن نشرع في هذا الدرس وهي أن الفعل المضارع هو الفعل المعرب من الأفعال الفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني إذن هذا الموضوع لا نذكر فيه إلا الفعل المضارع لأنه هو الذي تجري عليه قضية الإعراب طبعا الشرط معروف في إعراب الفعل المضارع أن لا يتصل به لأنه النسوة ولا أنه التوكيد ثقيلة أو خفيفة قبل أن نبدأ في معرفة الإعراب الظاهر والمقدر في الفعل المضارع لابد أن نعلم أن الفعل ينقسم إلى قسمين إما أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون معتل الآخر هذا هو الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر يعني آخر حرف فيه حرف صحيح أو معتل الآخر آخر حرف حرف معتل صحيح مثل يقرأ يكتب يدرس السين والباء والهمزة حرف صحيحة أما معتل الآخر مثل يسعى يدعو يرمي الياء والواو والألف هذه حروف علة هذا يسمى معتل الآخر وهذا يسمى صحيح الآخر الإعراب بين ظاهر ومقدر لا بد أن ينبني على معرفة آخر الفعل هناك قاعدة ذهبية كتبت باللون الذهبي صحيح الآخر إعرابه ظاهر يعرب بعلامات إعراب ظاهرة تظهر على آخر الفعل سواء في الرفع أو في النصب أو في الجزم وهذه هي الحالات الإعرابية الثلاثة التي تجري على الأفعال الأمثلة والشواهد يقول الله قبل أن نشرع في الآيات يسبغ الله نعمه علينا يسبغ ظاهرة الفعل صحيح صحيح الآخر إذن ظاهرة لن يندم محسن على إحسانه لن يندم الفتحة هنا ظاهرة لأن الفعل سبق بحرف نصب لم يلد ولم يولد الفعل هنا مجزوم بحركة جزم ظاهرة الفعل هنا أيضا صحيح والفعل هنا صحيح لأنه مختوم هنا بميم وهنا بدل أما معتل الآخر فهو الذي توجد فيه بعض الحالات يعرب بعلامات إعراب مقدرة لا تظهر لكن تقدر المعتل إما أن يكون معتل بالألف أو معتل بالواو أو معتل بالياء والحالات العرابية التي تمر على الفعل الرفع النصب الجزم تلاحظ معي أن الفعل المعتل بالألف يرفع بضمة مقدرة والمعتل بالواو يرفع بضمة مقدرة والمعتل بالياء يرفع بضمة مقدرة يسعى المؤمن إلى الخير يدعو العابد ربه يمشي السائح في الأرض الضمة لا تظهر على آخر الفعل هنا لا تظهر وهنا لا تظهر وهنا لا تظهر إذن القاعدة أن الفعل المعتل يرفع بضمة مقدرة في حالة الرفع نأتي إلى حالة النصب حالة النصب الأمر يختلف الفتحة تقدر على الألف في المعتل بالألف أقول لن يسعى مؤمن في باطل لا تظهر الفتحة في نهاية الفعل لكن لخفتها ولسهولة نطقها على الواو والياء لفتحة فيمكن أن تظهر الفتحة هنا ظاهرة لن يدعو لن يدعو غير ربه لن يمشي لن يمشي إذن يعرب بفتحة ظاهرة الفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء الفتحة ممكن أن تظهر هنا وممكن أن تظهر هنا لخفة نطقها في حالة الجزم الأمر واضح كلها تعرب بحذف حرف العلة اللي هو الحرف الأخير المعتل بالألف لم يحضأ أصل الكلمة يحضأ ألف مقصورة لدخول حرف الجزم حذف حرف العلة من آخره في يدعو لم يدعو طبعا يعوض عنه بحركة من جنس الحرف المحذوف لم يعصي الياه هنا محذوفة الواه هنا محذوفة الألف هنا محذوفة لأن الفعل معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة إذن هو يرفع بعلامة واحدة ضمة مقدرة ويجزم بعلامة واحدة اللي هي حذف حرف العلة لكن في حالة النصب الفتحة تكون مقدرة على المعتل بالألف وظاهرة على المعتل بالواو والمعتل بالياء نلقاكم في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته